صباح الخير راني نهار اليوم رح تكون الأجواء غائمة وباردة وماطرة في العديد من مناطق المملكة رح نحكي تفاصيل أكتر عن الحالة الجوية مع مدير العمليات في تقس العرب أسامة الطريفي أسامة صباح الخير أهلاً صباح الخير نجود يعطيك العافية الله يعافيك صباح الخير لراني وصباح الخير لكل عم بحضرونا بالبداية بدنا نعرف تفاصيل الحالة الجوية خلال اليوم لكن أول شيء يريدك تحكي لنا كمية الأمطار التي سجلت من يوم الخميس حتى فجل اليوم لأنه ما شاء الله كثير متطرح الحمد لله طبعاً يعني نحن من يوم الخميس بالليل تقريباً نتعرض لمنخفض جوي تشكل هذا المخفض الجوي في شمال الأراضي السوري يوم الأمس وتحرك حالياً إلى شمال العراق لسه في خلفه تيارات رطبة تعمل على اندفاع بعض السحب الماطرة باتجاه الشمال والوسط طبعاً الأمطار هي متركزة حالياً في المنطقة الشمالية والوسطى خاصة المنطقة الوسطى زي ما احنا شايفين الأمطار كان طوال الليلة الماضية الجنوب يعني للأسف حتى الآن لم تصل الأمطار وحتى المنطقة الشرقية لم تصلها الأمطار حتى اللحظة ممكن شوية أمطار اليوم تمتد إلى المنطقة الجنوبية بتكون على شكل زخات ثلج فوق المناطق الجبالية العالية في جنوب المملكة كمية الأمطار يعني المسجلة حتى تقريباً ساعة الرابعة فجراً نحن شايفين تميز المنطقة الوسطى يعني المناطق الوسطى العاصمة ومادبة والبلقة أعلى كمية هطول شهدتها في هذا المنطقة الجوي حتى الآن ثم نحن نتأثر المنطقة الجوي من الدرجة الثانية الاعتيادية تليها المنطقة الشمالية زي ما نحن شايفين في جرش حوالي 20 ملي متر الأمطار في المنطقة الشرقية نوعاً ما أقل في المفرق 5 ملي متر أيضاً يعني الأمطار وصلت إلى محافظة الكارك حوالي 80 ملي متر لكن أقص المناطق الجنوبية معانواء العقبة والطفيلة لم تشهد حتى الآن تساقطات أمطار فهذه كمية الأمطار المسجلة كما ذكرت وكان فيه تميز واضح زي ما حكينا للمنطقة الوسطى تحديداً بالحالة الجوية واليوم طبعاً فيه استمرار بهطول الأمطار زي ما حكيت على فترات تقس متقلمة بين غائم جوزي إلى غائم تقس شديد البرودة على فكرة الحرارة اليوم حتى الآن يعني حتى هذه اللحظة الساعة الساعة تقريباً أربع درجات فقط زخات أمطار ضباب على الجبال دير بنام تدني رؤية الفقية على الجبال وأيضاً يعني فرصة لإزخات تلجع لقيمة الجنوب لساعات قصيرة ممكن تكون اليوم هلال ساعة النهار أو خلال ساعة المساء؟ لا بالنهار فرصة العام خلال ساعة النهار هي فرصة إن وصلها لهطولة يعني حتى الآن السحب ما بتوصل قاعدة المنطقة الجنوبية الساعة تندفع آه يعني إذا وصل السحب للمنطقة الجنوبية الجبال العالية بالجنوب اللي تزيد عن 1400 متر تقريباً ممكن نشوف بعض الزخات الثلجية اليوم بإذن الله طيب بدنا نعرف تفاصيل الحالة الجوية اللي هي ابتداءاً من بكرة للأحد إن شاء الله هلأ بكرة في عنا منخفض جوي ثاني يمكن الناس مش كثير تميز لأنه في استمرار بالمطار مش نرح توقف الحالة ويبلش شيء جيد لا يوجد استمرار في المطار غدا نفعنا منخفض جوي من الدرجة الثالثة المنخفض الجوي الحالي هو من الدرجة الثانية بكرة درجة ثالثة أعلى قوة طبعاً سلبب تصنيفه درجة ثالثة بسبب كمية الأمطار اللي معاه خاصة بكرة بالنهار البرد الشديد اللي معاه وأيضاً فرصة ساقط الثلجة راح نشرحها كمان شوي كما نرى هاي خرائط الأمطار سؤال أي ساعة رح تكون بداية غزارة الأمطار هل الأمطار والأجواء الباردة مستمرة؟ صحيح هل بالأول زي ما حكيت ممكن مش كثير ناس تميذوا انه بلش منخفض ثاني لانه بشكل عام الأمطار شبه مستمرة راح تكون ما بينهم لكن مع ساعة فجر الأحد ببدأ تأثير مفض الجوي الثاني زي ما احنا شايفين يعني صار في غزارة أعلى بالهطولات المطرية فجر الأحد تبدأ تأثرنا بجبهة هوائية باردة جديدة أمطار غزيرة راح تبدأ في المنطقة الشمالية تمتد لاحقا للمنطقة الوسطة يعني غزارة الأمطار راح تكون بالمناطق الشمالية بداية والوسطة لاحقا وصراحة ممكن تكون كمية الأمطار بكرة الأحد أعلى من الأمطار التي هطلت فيها هذا المنخفض الحالي يعني كمية الأمطار غدا قد تكون عالية خاصة بالفترة الصباحية بنحذر بالتالي من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات في شمال ووسط المملكة أيضا شمالية الحال الجوية غدا أوسع من اليوم يعني زي ما شايفين الأمطار الآن بالشمال الوسط توقعاتها غدا صباحا تمتد للمنطقة الشرقية ولاحقا طبعا للمنطقة الجنوبية وصولا إلى محافظة العقبة فالحال الجوية غدا أشمل أبرد أقوى فرص الثلج بها أوضح كمان رح نحكي عنها كمان شوي وبتبدأ الحالي فجر الأحد برجع بحكي مكنات مش كثير تميز بين الحالتين لأنه شبه مستمرة لكن المنفضة الجوية الجديد من الدرجة الثالثة أعلى قوة من الحالي يبدأ فجر يوم الأحد أوكي متى رح يبدأ تساقط الثلوج؟ حلا إحنا حكينا بنشرات السابقة أنه رح يكون على الشرق مرتفعات الجنوبية صحيح بدنا أول شي نعرف بدايته وقوة تساقطه نعم يعني البداية الفاعلية الجوية في المنطقة الشمالية والوسطة بتكون لسا الرياح القطبية ما دخلت على المملكة فأغلبها رح يكون أمطار المنطقة الشرقية والجنوبية ممكن تلحق جزء من الفاعلية مع تدفق الرياح القطبية نشوف كيف الرياح القطبية ستندفع غداً للمملكة طبعاً هذه الرياح القطبية باللون طبعاً حدودها باللون الزهري والبنفسجي زي ما إحنا شايفين هذه صباح الأحد مع وجود الفاعلية في المنطقة الشمالية هي بعيدة عن أجواء المملكة لكن مع ساعات مساء الأحد زي ما إحنا شايفين تبدأ بالاقتراب أكثر من أجواء المملكة خاصة يعني مع ساعات ليلة الأحد الأثنين وتصبح المملكة على أطرافها يوم الأثنين يعني أو ليلة الأحد الأثنين ويوم الأثنين زي ما إحنا شايفين مركز الكتلة القطبية في مناطق تقريباً بادية الشام والعراق وبالتالي هو أقرب للمنطقة الشرقية عشان هيك تفاصيل المنطقة الشرقية أو تحتماله هطول الثلوش منطقة الشرقية هو أعلى من بقية المناطق بالنسبة للمناطق التي ستشهد الثلج بحسب التقديرات الحالية الغير نهائية المنطقة الشرقية بما فيها المنطقة الحبديمة العراق والمملكة العربية السعودية أرويشد الصفاوي الأزرق المناطق المرتفعة في محافظة المفرق وأيضاً سلسلة جبال الشرافي جنوب المملكة وبتكون متراكمة في هذه الهطلات الثلجية سواء في الشرق أو حتى في المنطقة الجنوبية شو احتمالية تغير مسار الثلج شو احتمالية أن نرجع ونشوف بالعاصمة عمان ممكن يقوى هذا المنخفض هو ليس موضوع ممكن يقوى هي أولاً القراءة ليس نهائية لا هلأ احنا تطلع يعني بما أنه كلنا نفسنا نشوف تلك فلازم هذا السؤال نسأله لا احنا نشوف القيم الجوية مساء الأحد هي قيم ثلجية في كل مناطق المملكة بس احنا مشكلة الهطول بصفة انه ممكن يضعف على الشمال وسط وتتركز أكثر بين ينوب الشرق لكن على العموم بدأ ارجع يعني اوضحها ببساطة هاي خط الكتلة القطبية تمام احنا المملكة بتكون على أطرافها فلو شوي بالتحديثات القادمة تحركت شوي للغرب يعني صار موضوع الهواء القطبي أريحها المملكة ممكن تتغير المعطيات على أرض الواقع مثل هاي الحالات نجود يعني بتظل نفس اليوم القراءة غير واضحة يعني حتى احنا اليوم بنحكي عن حالة بكرة بس احنا بحكي الكثة معلومات غير نهائية لأنه ممكن فعلاً نتغير اشياء على أرض الواقع وتكون مثلاً بعض الأمور غير موجودة في الحسبان لكن القراءة اليوم لحتى الآن نحن نحكي عن منطقة الشرقية والجنوبية إذا بتغير أي شيء في مسار هذه الكتلة القطبية الضخمة بتزيح شوي للغرب يعني بتندفع لورا شوي وممكن تتغير القراءة على أرض الواقع لكن احنا اليوم نحكي عن الجنوب والشرق حتى اللحظة وكل شيء قابل طبعاً أنه يعني هذا علم أرصاد ممكن كل شيء يتخير بعدين متى رح تنتهي هذا المنطفض يعني هذا الشيء احنا رح نعيشه كله إن شاء الله بكرة يوم الأحد صحيح ابتداء من صباح الاثنين شو بيستنانا شو بيكون الطقس هلا ليلة الأحد الاثنين تتراجع شوي الفاعلية الجوية بيضال في عنا فرص زخات ثلج ومطر في بعض المناطق وراها بيستنانا لأيام الأبرد منذ عدة سنوات يعني بعد ليلة الأحد الاثنين والاثنين والثلاثة الأيام الأبرد من عدة سنوات منتظر المملكة كان تيجي طبعاً لسيطرة الرياح القطبية يعني بيضالها في مناطق قريبة من المملكة لكنها جافة تكون أيام باردة جداً تستنانا زي ما نرى لأي درجة ممكن تنخف الدرجات الحرارة؟ يعني ممكن بالتقديرات الحالية توصل بي عمان مثلاً نهاية مثل ترجيك خريطة ليلة الاثنين والثلاثاء شاف خط الصفر وناقص اثنين في مغطط مناطق واسعة من المملكة ممكن توصل مثلاً في مناطق البادي الشرقي ناقص خمس درجات في العاصمة ومختلف مناطق المملكة ممكن توصل أربع درجات مئوية تحت الصفر وثلاث درجات مئوية تحت الصفر حتى الأغوار والعقبة البحر الميت برد ممكن تكون بالليل توصل أربعة هناك في العقبة والأغوار البحر الميت بالتالي أجواء باردة بشكل لافت ممكن تكون هاي الكتلة الهوائية الباردة الأبرد من بعدة سنوات ممكن من سنة 2015 أو ربما أكثر من هيك ما عشنا أجواء بهاي البرودة وبتستمر طوال الأسبوع يعني الاثنين شمس هيك رح نتخيل الاثنين شمس وهو شرقي والحرارة العظمى فقط أربع درجات أول ما تروح الشمس مع ساعة المغرب ستصبح صفر الحرارة مباشرة وإيش؟ بظل طول الليل تنخفض أمر آخر الأحد فيه نزخات أمطار وثلت في بعض المناطق الطرق رح تكون مبتلة الليلة الأحد الاثنين الحرارة مدون الصفر المئوي هذا الأمر رح يعمل موجة قوية من الجليد والإنجماد على مغلظم طرقات المملكة سواء الداخلية أو الخارجية تستمر حتى صباح يوم الاثنين ندير بالنا أيضا من حدوث موجة قوية من الجليد والإنجماد على أغلب مناطق المملكة ليلة الأحد الاثنين وصباح يوم الاثنين الضباب مستمر رح يكون؟ نعم مستمر اليوم أيضا على فترات ومستمر أيضا خلال يوم الغد مع الحالة الجوية خاصة خلال ساعات النهار هلأ هاي الأشواء رح تستمر معنا حتى يوم الأربعة يوم الخميس لأي يوم رح تستمر معنا؟ هلأ يوم الهيحنا عنا هاي مصار الكتل زي ما احنا شايفين يوم السبت طبعا هاي حركة الكتل باللون الأخضر هاي زي ما احنا شايفين هاي الحال رح تأثر علينا الليلة زي ما احنا شايفين هاي عفوا ليلة الأحد الاثنين بتتحرك بعدين نحو الشرق بتظلها في مناطق قريبة لكن هواء القطبي يبقى بالقرب من المملكة بالتالي رح يستمر البرد الشديد هناك مؤشرات حقيقة زي ما احنا شايفين الأربعة من جديد اندفاع كتل قطبية أخرى للمملكة يعني في حالة جوية جديدة رح تشهدها يوم الأربعة وناتج عن دفاع كتل قطبية كمان مرة ويمكن تكون نفس النتيجة النهائية أمطار غزيرة في الشمال الوسط وثلج بالجنوب الشرق كمان مرة نفس رح زير الأحد ممكن تكرر يوم الأربعة فبالتالي طول الأسبوع الحالي الكتل قطبية قريبة من المملكة بتسيطرة على الأجواء المملكة بفرد طق سديد البرد برجة بحكي احنا قد يكون الأسبوع الحالي ليس الأبرد في فصل الشتاع الحالي الأبرد منذ ما لا يقل عن سبع سنواتنا طيب بدنا بالنهاية تحكينا التوصيات والتحذيرات لأن الأجواء باردة وأمطار في احتمالية التشكل جليد وأهم برضو أنه في أمطار غزيرة ممكن على الوزخات الثلوج ممكن هي تعمل لانزلاق السيارات فبدنا توصيات وتحذيرات للناس خلال الأيام النجاية اليوم بالبداية ندربانا من تشكل الضباب على الجبال اليوم غدا صباحا مع تجدد الفاعلية الجوية نحذر من تشكل السيول ورتفاع منسوب المياه على الطرقات سواء في شمال أو وسط المملكة نحذر من الانزلاق على طرق المناطق الشرقية والجنوبية بفعل تساقط الثلوج وتراكمها في تلك المناطق لليل تلاحد الاثنين نحذر من القيادة على الطرقات سواء الداخلية والخارجية بفعل تشكل الجليد والإنجماد في مناطق واسعة من المملكة أيضا ننصح الجميع بالاستعمال الآمن لوسائل التدفئة مع اشتداد البرد والأيام الباردة وبالنهاية ننصح الجميع باللبس ملابس شتوية ثقيلة ويدفوا الصغار ويدفوا الكبار لما هم أمراض بالجهاز العظام أمراض الدسك وغيره وديروا بالهنا هذه الأجواء فعلا مزعجة وسيبرية قارصة موساما طريفي مدير العمليات في التقس العرب شكرا لأي لك شكرا لكم تابعوا نشرات التقس لتعرفوا آخر تطورات المنخفض الجوي وبدنا نحذر المزارعين من الإنجماد والسقيع والبيوت البلاستيكية للمزروعات نهاية نشرات التقس رح نكون بتفاصيل إضافية خلال اليوم بس هلأ عودة لك رانيا شكرا جزيلا جود